السلام عليكم صباح النور علي الجميع مرحبا بكم في قناتي قناة اسيا من موقع غورمانديز اسيا اليوم رح يكون فيديو مشترك مع صديقتي واختي امينة اللي رح تتقدم لكم وصفة البسبوسة بسبوسة البرتقال والشوكولاتة يعني ذوقين يعني نكهات يعني تمشي مع بعضهم عندها وصفات روعة امينة يعني عندها قناة يعني تحب الحلويات اللي كسبتها ويعني ورثتها من ابيها اللي رح هو في ميدان الحلويات رح تكون يعني زيارتكم لقناة تحعفن يعني زيارة رح تكونوا بالاستفادة رح تخرجوا بوصفات يعني جيدة لرمضان وصفات عالمية وصفات جزائرية هي اخترت البسبوسة وهنا اخترت المحلبي يعني هذه الوصفتين يعني الجزائريتين يعني طعا رمضان شكونوا يحبش المحلبي وشكونوا يحبش البسبوسة احنا حاولنا باش نبقى مخلصات للطبخ الجزائري في هذا الشهر المبارك وانا اخترت باش ننكه يعني المحلبي تاعي بالورد الخطرة هادي انا سبق لي ويعني وعملتوه بشوكولاتة عملتوه بالفواكه الحمرة عملتوه بالمكسارات واليوم اخترت باش نديروه بالورد نكهو بالورد وقليل من اللوز انتو معني احرار لكم الحرية يعني كما تحبو تنكهوه مهم انا نعطيكم يعني وصفة وصفة يعني كما يقولوا لاباز خاطر بنات كتيرات اللي مبتدئات ما نجحلهمش يعني ما تقولوش يعني كعادة وسه يعني هالوصافات السهلة هي الصعبة يعني في بعض الاحيان نقولوا هادي سهلة هي الصعبة يعني هالوصافات السهلة هي اللي يعني كوم نتحكموش بيعني نقاط يعني خاصة ما نتنجحناش بسم الله هنبدو الوصفة اليوم اللي نتعمت باش نخلي نكتب شوية بالفرنسية البنات اللي طلبوه ما يفهموش العربية كل شو رح يتوجد في المصندوق الوصف هنا عندنا كريمة عندنا حليب عندنا صكر وعندنا بودرة الروز وعندنا ماء الورد أنا تعمت نديلها الكريمة رح تمد ذوق يعني وتمد يعني كي ما نقولو إنكونسيستانس كريمز رح تضوق كريمي رح يعني تبقى تبقى ما تشيحش مع الحليب تبقى هذيك كريمية هذيك المحل بيبقى كريمي يعني يجربو يعني العبد يجربو ويشوفو يحكم هو بروحو هنا نبدأ ونطيبو نطيبو الطياب بتاعنا يحكم من 10 حتى 15 دقيقة على حسب النار أنا عندي انديكسيون نمشي بالعقل كي ما نقولو نطيبوها على نار دليلة الغاز يعني ما أنا نقدرش نقولكم قداش يحكم ولكن نفس الطياب رح يكون على مهلكم ورح تكونوا صابورين باش تحصلوا على محل بي ما تحرقوش لقاعة الكاثرولاتاكم خطر يذا تخلوا الطعم بتاع الحرق ما هوش رح يصلح مبعد هنا نخلطو نخلطو حتى نشوفو القاعة بتاعه وبدأي اخثار لاحظو ونشوفو الحبيبات أنا خطرت أنا يعني بالنسبة لي المحل بي يجيب بالروز كي ما نقولو مدشدش يعني مشي مدشدش يعني يكون محيم ما يكونش على يبارة على طحين على خطر طحين بعدي نوع من العصيدة يعني من نوع ما يجيش قوامتا ويجي شوية مشي لازم يكون هاد الحبيبات الرقاق هادوما باش يمد واحد كي ما نقولو تكون تعال محل بي وكل واحد كيفش يعملون محل بي يعني وصفات ووصفات هنا رح نبدأ وننحرك ونستمر وعفو نستمر وفي ذاك حنا ما بحنش بعاد يعني بدا يخفار كي بدا يخفار هنا علامة انو كي بدا هادوك الحبيبات يعود ومهمش هنا شوفوا شفاف مازال يعودوا الحبيبات هادوك شفافات يعني بلي رو مازال مطابش حتى يبيضو كي بيضو هنا مازال مطابش كي بيضو مليحو يبدأ يخفار وتبدأ يعني رح تحسوا بلي حتى من الملعقة تاكم بدأت شوية تثقال بلي محل بتاعنا راهو طاب خطاروا الكاسرولا تكون ثقيلة تكون من نوع الجيد باش الحل بتاعكم ما تحرقولوش القاعد وميعودش فيه ذوقت الحارق وكل شي وتمش بالعقل وتحركوا تحركوا مستمر تحريك تاعكم ما تحبسوش الخطر ما تنسوش فيه السكر والسكر كيكون في خالي يلصق يعني بسهولة في قاعد الكاسرولا المحل بتاعنا راهو طاب وجد ونقدرو نخرجوه هنا لاحظوا وراء بداية بياض بداية خطار وبداية بياض ظننا مليح هنا نزيد ونصف مرهو هنا نحق أنا مع هذا كل وراء اقطعت الفيديو باش منكونوش يعني تقال عليكم هنا في حالة الغلايين تعوصل للمرحلة الغلايين هنا بالمحل بتاعنا ولاحظوا يعني رجع بياض نفرغوه في الزجاجيات ولا في إناء اللي تختاريه أنتم أنتم أحرار ونخلوه يبرد على الأقل ساعتين ومنبعد نزينوه كما نحبو كما نبغي هذا يعني تقدرو تنكهو كما تحبو إذا ما تحبوش الورد ماء الورد ديروا ماء الزهر ولا ديروا أي نكهة أخرى ولا اللوز ولا أنا هنا زينتوا بيعني لزيكلات داموند كما نقولو حبيبات اللوز المكرمة وعملت له الورد الورد هذي التاكل يعني كما نقولو وليوم إن شاء الله هذة الوصفة تكون عجبتكم وصفتي أنا وصفة صديقتي أمينا اللي راي يعني اخترت لكم البسبوسة البسبوسة يعني شكون لي ميحبش البسبوسة في رمضان شكون لي ميحبش المحلبي في رمضان راهم يعني كلاسيكيات يعني من المطبخ التقليدي الجزائري إن شاء الله يكون هذة الفيديو عجبكم وإن شاء الله تكونوا مخلصين للقناة وإن شاء الله تروحوا تزوروا قناة أختي وصديقتي أمينا راح تكتشفوا وصفات يعني قمة أنامية وجزائرية ما تنسوش تبرتاجي وما تنسوش دعواتكم دعواتكم وثم دعواتكم في هالشهر المبارك رمضان كريم ربي إن شاء الله يكملوا بالهنة إن شاء الله بالصحة وما تنسوش إن شاء الله تبرتاجي وتشتركوا إذا كنتم مش مشتركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في وصفات أخرى سريعة لشهر رمضان وبعد رمضان إن شاء الله ننتقلوا إلى وصفات أخرى أكثر يعني طويلة ومعقدة أخرى يعني من باتي سريكي ما نقوله العالمية الحلوية العالميين يلا السلام عليكم ونعطيكم موعد للخطرة الجاية إن شاء الله دمتم مخلصين للقناة وما تنسوش 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 قناة أختي أمينة وصديقتي أمينة سلام عليكم